انا قلت في اول انترو اسأل محمد الشرقيه هو الاهلي مخترك فعلا في ايه احكيلي الحكاية بتاعت في التوقيت ده وقعدنا شهور مع بعضة كابتن عدلي ما بيتكلمش لغاية ما قربت الانتخابات واعلن انحيازه لقايمة الكابتن محمود الخطيب فحب يضرب في المهندس محمود طاهر من خلال اللي هو استقرارات النادي الاهل المختارقة قص محمد الشرقوي الزمالكاوي طب انت قاعد الشهور اللي فاتت ديكم لها اولا اول واحد يعرف اول واحد يعرف في النادي الاهلي ان محمد الشرقوي الزمالكاوي كان عدل القيام وانا لقى العدل القيام ان انا زمالكاوي كنت انا لسه كده زغير وعند شعر وبتاع وكلام ده انا بغطى اخبار النادي الاهلي مساعدة الفين وكان دايما كابتن عدلي فتح مكتبه للصحفيين الشباب بالامانة ايه طبعا انا فاكر مكتبه على طول مكتبه اي صحف بيغط النادي الاهلي قعدته عند الكابتن عدل القيام على طول باستمرار فهو كان عارف مين اهلاوه من زمالكاوي لأ هو سألني انت اول ما انت اهلاوه لزمالكاوي تقول له زمالكاوي فيش مشكلة انا باعلن يعني انا من مدرسة انه اعلن انت بقى انت صحف بتغطي مصدر مش بتشجع فاندم انا مش عيب ان انت تبقى اهلاوي ومش عيب ان انت تبقى زمالكاوي او انت حداوي او اسماعيلاوي او مصراوي او اي او ترسناوي ده انتماء طبعا مالوش علاقة بمهنتك انت حر فيه ولكن انا بغطي نادي الاهلي من سنة 2000 موجود بغطي نادي الاهلي من سنة 2000 لغاية 2014 اربع سنين اربع تشر سنة لدرجة الناس وكروا ان انا اهلاوه بس هم عارفين انت انا نزمالكاوي وكابتن عدد القياء كابتن حسن حمدي كابتن محمود القطيف كل دول كنت انا بغطي وكل الكباتن بتوع نادي الاهلي وحسام البدري كان سيحتها مدربي وكل مدربي وكابتن سابطة البطر الله الرحمن. كل الناس عارفين هزا بلكيه. ولعبت النادي الاهلي في التوئيد ده عارفين هزا بلكيه. لانا كنت بتعامل معه. والموضوع منتشف. ما هواش. ما هواش يعني ايه. اه سر من الاسرار. اه عاد لك ايه لما قال الكلام ده في القناة بقولك كان لأسباب انتخابية. مم. لان كان. ما مبدأش. كان بيحاول من مركب لمركب. اه يعني بص. انا برضو. لا هو حر. انا اللي بقول مش انت. ما انا بقول. هو حر. بص. برضو. برضو اختياراته. اختياراته في الانتخابات هو حر فيه. هزا شأنه. طبعا. ولكن. انا موجود معك في القناة. من شهور. ما قالش الكلام ده ليه. يعني ما بدأش ليه الكلام ده. يعني انت كنت كابش من كباش في ده. لا لا مش كابش. علما بان. علما بان. قناة النادي الاهلي في عهد الكابتن حسن حمدي تعقب عليها اتنين رؤساء. قناة. زم الكوية. بالزبط. وما تكلمش. وبنسبة الزم الكوية. صارة محسن. ومين اماهر. ده استكمال الاختراك اللي كان موجود ولا ايه? هو على نظرية عدل القيعن ده اختراك. مم. ده استكمال الاختراك. ليه سابق جمهير تكشف الكلام ده على بسطات وعلى بتاع وعلى. ما انا بقول لك ما فيش انتخاب. هما مالهمش علاقة. مالهمش علاقة بالانتخابات. بس احنا لو جينا تكلمنا في المسألة دي. هل انت قناة في قوية. يعني السؤال ده. هل انت قناة في قوية. يشتغل فيها اللي منتمي لهذا النادي فقط. ولا انت بتشتغل شكل احترافي. يعني مثلا. الفريق الكرة بالنادي الاهلي. فيه لعيبة زم الكوية. طبعا. كتير. وفيه لعيبة ارتدت الشرطي نادي الزمالك. اخيرهم مثلا مؤمن زكريا. مؤمن زكريا لعب في نادي الزمالك. واتنقل فاطل لانتقاط الشتوية. اخر مبارنة فاكرة كان للزمالك كان مع دمان. وكهربا. احرز هدف. وكان بيبوس الشعار بتاع. وكهربا كان بيبوس. وكهربا كان بيبوس الشعار بتاع نادي الزمالك. وبالعاوة دلوقتي في نادي الاهلي. كابتن زكريا ناصف. عضو لجنة القورة بالنادي الاهلي. لعب في الزمالك. انهى حياته القروية. لعب في نادي الزمالك. طيب. انت بتتكلم على صنع محصن وبتتكلم على مينة. كابتن ايمان شاوي. المزيع في قناة النادي الاهلي. اللي هو بيزيع برنامي. الستوديو التحليلي. إسلام الشاطر لبس أنهى حياته القروية كابتن أيمن شاوي في نادي الزمالك إسلام الشاطر بدأ في نادي الزمالك ويقال إن إسلام الشاطر الزمالكاوي وإحسام مبريم فنيش مرضه في سماء يعني أنا قظي أنت ليه أنت بتقبلها في كرة القدم في فريق الكرة ومش قبلها في الإعلام ليه بنقول هنا ده احتراف وده كرة ملاش عباقة بالانتماء وإن اللعيب لما بيلبس التشيرت ينتمي لعيزة التشيرت اللي هو بيلعب له مالوش دعوة ب أنت بتشجع مين أو ما بتشجعش وفي المقابل في الإعلام بتيجي تقول لا أنا من وجهة نظري لأن أنا دخلت التجربة دي يعني أنا شاف أن هي مرفوضة بالنسبة ليه كمزيع يعني مثلا ما ينفعش كابتن أحمد شبير يجي يبقى مقدم برامج في قناة نادي الزمالك أو خالد الغندور يبقى مقدم برامج في قناة النادي الأهل لأن أنت اللي قدام الشاشة أنت اللي بتمثل وجهة النظر طبعا أنت لسان حال النادي بالظبط ولكن لو أنت مخرج لو أنت في الإعداد فني أو فني مهندس أو مونتير أو كده نصوم أهلا ونصوم زم الكوية ده أنت بتشتغل شغل احترافي طبعا شغل احترافي يعني أنت بتشتغل شغل مهني ده بقى كفاقتك حسب كفاقتك أنت كفء أو مش كفء لو أنت كفاء أنت بتشتغل ولأن أنت بتضيف لغاية المكان لو أنت مش كفء طبعا ما تشتغل لما ماقولش أنت المونتير ده اللي هو لزم الكوية لا يمشي بس أنت شتبعنا في النادي بتاعنا شكرا للمشاهدة